حدثنا محمد بن أبي عادي عن سليمان يعني ألة تيمية عن سيار عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قال على الأمم بأربع قال أرسلت إلى الناس كفة وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقضفه في قلوب أعدائي وأحللنا الغنائي محدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن معي حدثنا معتمر عن أبيه عن سيار مولا لآل معاوية بحديث آخر ويقال سيار الشامي حان موسى بن داود حدثنا همام عن قتادة عن أيمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمنا بي وطوبى لمن آمنا بي ولم يرني سبع مرار حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى وحماد بن الجعدي عن قتادة عن أيمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه حدثنا روح عن هشامين عن واصل مولا أبي عيينة عن محمد بن أبي عقوبة عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فأتيته فقلت يا رسول الله أدعو لها لي بالشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا قالا ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثانيا فأتيته فقلت يا رسول الله أدعو لها لي بالشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قالا ثم أنشأ غزوا ثالثا فأتيته فقلت يا رسول الله إني أتيتك مرتين قبل مرة هذه فسألتك أن تدعوا لها لي بالشهادة فدعوت لها عز وجل أن يسلمنا ويغنمنا فسلمنا وغنمنا وغنمنا يا رسول الله فادعوا لها لي بالشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا ثم أتيته فقلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له قال فما رؤي أبو أمامت ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما قال فكان إذا رؤيا في دارهم دخان بالنهار قيل أعتراهم ضيف نزل بهم نازل قال فلبث بذلك ما شاء الله ثم أتيته فقلت يا رسول الله أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه يا رسول الله فمرني بعمل آخر قال أعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة حدثنا روح حدثنا مهدي بن ميمو حدثنا محمد بن أبي يعقوب يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال أن شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا فأتيته فذكر معناه وإلا أنه قال مرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به قال عليك بالصوم حدثنا عبد الله حدثنا فطر بن حمد بن واقد حدثنا مهدي بن ميمو عن محمد بن عبد الله بن أبي عقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه حدثنا عبد الله حدثنا فطر بن حمد حدثنا أبي قال سمعت مالك بن دينار يقول يقول الناس مالك بن دينار يعني مالك بن دينار زاهد إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن حصين وعن سالمين أن أبا أمامة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملأ ما خلق والحمد لله عدد ما في الصموات والأرض والحمد لله عدد ما أحسى كتابه والحمد لله ملأ ما أحسى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملأ كل شيء وسبحان الله مثلها فأعظم ذلك حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن الجريري عن أبي المشاء وهو لقيت بن المشاء عن أبي أمامة قال لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام قال أبو عبد الرحمني أبو المثنى يقال له لقيط ويقولون ابن المثنى وأبو المثنى حدثنا عبد الملك بن عمر نحدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي صلى من عن أبي أمامة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة اقرأوا الزهر وين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غييتان أو كأنهما فرقان من طيل صواه فيحاجان عن أهلهما ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذه بركة وتركها حسرة وليستطيعها البطلة حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي صلى من عن أبي أمامة حدثنا رسول الله قال فذكر معناه حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن شيخ عن أبي أمامة قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ما يضحكك يا رسول الله قال عجبت من قومين يقادون في السلاسل إلى الجنة حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا محمد بن أبي عقوب الضبي قال سمعت أبا نصر يحدث عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة قال عليك بالصوم فإنه العدل له ثم أتيته الثانية فقال عليك بالصيام حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن بحير حدثنا سيار أن أبا أمامة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال أو قال يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم أسياط كأنها أغناب البقر يغدون في صخط الله ويروحون في غضبه حان أبو سعيد حدثنا عبد الله بن بحير حدثنا سيار قال جئ برؤوس من قبل العراق فنصبت عند باب المسجد وجاء أبو أمامة فدخل المسجد فركع ركعتين ثم خرج إليهم فنظر إليهم فرفع رأسه فقال شر قتل تحت ظل السماء ثلاثا وخير قتل تحت ظل السماء من قتلوه وقال كلاب النار ثلاثا ثم إنه بكى ثم انصرف عنهم فقال له قائل يا أبا أمامة أرأيت هذا الحديث حيث قلت كلاب النار شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء تقوله برأيك قال سبحان الله إني إذن لا جريء لو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين حتى ذكر سبعا لاخلت أن لا أذكره فقال الرجل لأي شيء بكيت قال رحمة لهم أوي من رحمتهم حسنا حماد بن خالد حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن السفري بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاقن ولا يدخل بيتا إلا بإذن ولا يؤمن إمام قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حان أبو إسحاق الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مسح رأس يتيمين لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيمين عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وفرق بين أصبعيه السبابة حسنا حسن بن موسى وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال عفان أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلمان وهب أحدهما لعلي بن أبي طالب وقال لا تضربه فإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي قال عفان في حديثه أخبرنا أبو طالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلمان فقال علي يا رسول الله أخدمنا قال خذ أيهما شئت قال خرلي قال خذ هذا ولا تضربه فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر وإني قد نهيت وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا فأعتقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام قال قال يا رسول الله أمرتني أن استوصي به معروفا فأعتقته حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا إسرائيل عن الحجاج بن أرطاطا عن الولدي بن أبي مالك عن القاسم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم حدثنا عصام بن خالد حدثني صفوان بن عمر وعن سليم بن عامر الخبائري وأبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وعدني أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا بغير حساب فقال يزيد بن الأخنا السلمي والله ما أولئك في أمتك إلا كذباب الأصهبي في الذبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربي عز وجل قد وعدني سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألفا وزادني ثلاث حثيات قال فما سعة حوضك يا نبي الله قال كما بين عدن إلى عمان وأوسع وأوسع يشير بيده قال فيه مثعبان من ذهب وفضة قال فما حوضك يا نبي الله قال أشد بياضا من اللبن وأحلم ذاقة من العسل وأطيب رائحة من المسك من شرب شرب منه لم يضمأ بعدها ولم يصود وجهه أبدا مروب عليه قال عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وقد ضرب عليه فظننت أنه قد ضرب عليه لأنه خطأ إنما هو عن زيد عن أبي صلى الله عن أبي أمامة حدثنا عبد الرزاق أخبران معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن فإنه شافع يوم القيامة تعلموا البقرة وآل عمران تعلموا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غييتان أو كأنهما فرقان من طيل صواه فيحاجان عن صاحبهما تعلموا البقرة فإن تعليمها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة حدثنا محمد بن الحسن بن أتش حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن معل يعني ابن زياد عن أبي غالب عن أبي أمامة حا وحدثنا روح حدثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة فقال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة فقال يا رسول الله أي الجهاد أحب إلى الله عز وجل قال فسكت عنه حتى إذا رمى الثانية عرضا له فقال يا رسول الله أي الجهاد أحب إلى الله عز وجل قال كلمة حق تقال لإمامين جائر قال محمد بن الحسن في حديثه وكان الحسن يقول لإمامين ظالمين حثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيدي بن سلامين عن جده قال سمعت أبا أمامة يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإثم فقال إذا حكى في نفسك شيء فدعه قال فما الإيمان قال إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن حثنا الوليد بن مسلمين حدثني عبد العزيز بن اسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال لا ينقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة حثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء وضع رجله في غراز الرحل يتطاول يقول ألا تسمعون فقال رجل من آخر القوم ما تقول قال أعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم قلتوا له فمذ كم سمعت هذا الحديث يا أبا أمامة قال وأنا أبن ثلاثين سنة حثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهري بن حوشب وعبد الوهابي عن هشامين وأزهر بن القاسم حدثنا هشام عن قتادة عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الوهابي أبو أمامة الحمصي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة فقيل له أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس حثنا زيد بن الحباب حدثني عكرمة بن عمار اليمامي عن شداد بن عبد الله عن أبي أمامة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فجاءه رجل فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقم علي كتاب الله قال فأقيمت الصلاة قال فصل بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه الرجل وتبعته فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقم علي كتاب الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس خرجت من منزلك توضعت فأحسنت الوضوء وصليت معنا قال الرجل بل قال فإن الله عز وجل قد غفر لك حدك أو ظنبك حسنا عبد الواحد الحدد حدثنا شيهاب بن خراش عن حجاجي بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلى هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون حسنا يزيد هو أبن هارون أخبرنا محمد بن مطرف عن أبي الحصيني عن أبي صالح الأجعري عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من كير جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيدي بن صلى الله عن جده ممتور عن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال إذا سرتك حسنتك وسأتك سيئتك فأنت مؤمن قال يا رسول الله فما الإثم قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه حسنا وكيع حدثنا علي بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أغبط أولياء عندي مؤمن قليل الحافظ حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وكان في الناس غامضا لا يشار عليه بالأصابع فعجلت منيته وقلت راثه وقلت بواكيه حسنا وكيع حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه أو رفعت مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودعا ولا مستغنا عنه ربنا عز وجل حسنا وكيع حدثنا خلاد الصفار سمعه من عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع المغنيات ولا شراءهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام حسنا وكيع قال سمعت الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذبة حسنا وكيع حدثنا الأعمش عن شمر عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له حسنا حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة وهاشمين قال حدثني شعبة أخبرنا قتادة قال سمعت أبا الجعد يحدث قال هاشم في حديثه أبو الجعد مولم لباني ضبيعة عن أبي أمامة أن رجلا من أهل الصفة توأفي وترك دينارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له كية قال ثم توأفي آخر فترك دينارين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتاني حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة وعن منصور قال سمعت سالما قال حجاج عن سالم بن أبي الجعد قال ابن جعفر سمعت سالم بن أبي الجعد قال ذكر لي عن أبي أمامة أن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ومعها صبياني لها فأعطاها ثلاثة مرات فأعطت كل واحد منهما تمرة قال ثم أن أحد الصبيين بك قال فشقتها فأعطت كل واحد نصفا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات رحمات بأولادهن لولا ما يصنعنا بأزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة حسنا محمد بن جعفر أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة الحمصي قال توفي رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية قال ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن قتادة عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة مثله حدثنا حسين حدثنا شيبان عن قتادة قال حدث عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة قال توفي رجل من أهل الصفة فذكر مثله حثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يعلى بن عطاء أنه سمع شيخا من أهل دمشق أنه سمع أبا أمامة الباهلية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة من الليل كبر ثلاثا وسبح ثلاثا وهلال ثلاثا ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وشركه حثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يعلى بن عطاء عن شيخ من أهل دمشق عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخ بخ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت للرجل فيحتسبه حثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل إن حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلية يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قم إلى الصلاة كبر ثلاث مرات ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه حنا حجاج حدثني شعبة وعن عبد الرحمن من أهل حمصة من بني العداء من كندة قال سمعت أبا أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل توقفي وترك دينارا أو دينارين يعني قال له كية أو كيتاني حثنا أبن نمير حدثنا مسعر عن أبي العنبسي عن أبي العدبسي عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوكئ على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا قال فكأن أشتهينا أن يدعوا لها لنا فقال اللهم أغفر لنا وارحمنا وارضعنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله فكأن أشتهينا أيزيدنا فقال قد جمعت لكم الأمر حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان حدثنا مسعر عن أبي عن أبي عن أبي منهم أبو غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه حان عبد الرزاق أخبرنا معمر قال سمعت أبا غالب يقول لما أتي برؤوس الأزارقة فنصبت على درجة مشقة جاء أبو أمامة فلما رأاهم دمعت عيناه فقال كلاب النار ثلاث مرات هؤلاء شر قتل قتل تحت أديم السماء وخير قتل تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء قال فقلت فما شأنك دمعت عيناك قال رحمة لهم أنهم كانوا من أهل الإسلام قال قلنا أبي رأيك قلت هؤلاء كلاب النار أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا جريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا ثنتين ولا ثلاث قال فعد مرارا حسنا حجاج أخبرنا حريز بن عثمان حدثني سليم بن عامر عن أبي غالب عن أبي أمامة قال ما كان يفضل على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير حسنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي طالب الضباعي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أذكر الله تعالى من طلوع الشمس أكبر وأهلل وأسبح أحب إلي من أن أعتقى أربعا من ولدي إسماعيل ولا أن أذكر لها من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتقى كذا وكذا من ولدي إسماعيل حسنا الحسن بن سوار حدثنا ليث بن سعد عن معاوية ابن صالح أن أبا عبد الرحمة حدثه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ابن الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا يغلي منها الهوام كما يغلي القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق حسنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قالا لما وضعت أم كلثمين ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قالا ثم لا أدري أقال باسم الله وفي سبيل الله وعلم التي رسول الله أملف لما بنى عليها لحدها طفق يطرح لها لهم الجبوب ويقول سدوا خلال اللبن ثم قال أما إن هذا ليس بشيء ولكنه يطيب بنفس الحي حثنا نوح بن ميمو إن قال أبو عبد الرحمني هو أبو محمد بن نوح وهو المضروب أبو محمد بن نوح حدثنا أبو خريمين عقبة بن أبي الصهباء حدثني أبو غالب الرسبي أنه لقي أبا أمامة بحمص فسأله عن أشياء حدثهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من عبد المسلمين يسمع أذان صلاة فقام إلى وضوءه إلا غفر له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء فبعدد ذلك القطر حتى يفرغ من وضوءه إلا غفر له ما سلاف من ذنوبه وقام إلى صلاته وهي نافلة قال أبو غالب قلت لأبي أمامة أنت سمعت هذا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا ثماء ولا تسع ولا عشر وعشر وعشر وصفق بيديه حتى علي بن إسحاق حدثنا أبن المبارك حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه فقام رجل فصلى معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاني جماعة حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحة أمكت ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل ورسول الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل ورسوله حثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن فإنه يأتي شافي عن يوم القيامة لصاحبه اقرأ الزهر وين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غييتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طيل صواه فيحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي طالب الضباعي عن أبي أمامة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعطق رقبتين أو أكثر من ولدي إسماعيل ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعطق أربع رقاب من ولدي إسماعيل حثنا بهز بن أسد وحدثنا مهدي بن ميموء حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي عقوب الضبي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة فقال أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا فأتيته فقلت يا رسول الله أدعو لها لي بالشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فغزونا فسلمنا وغنمنا قالا ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثانيا فأتيته فقلت يا رسول الله أدعو لها لي بالشهادة قال اللهم سلمهم وغنمهم قال فغزونا فسلمنا وغنمنا قالا ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثالثا فأتيته فقلت يا رسول الله قد أتيتك تترى مرتين أسألك أن تدعو لها لي بالشهادة فقلت اللهم سلمهم وغنمهم وغنمهم يا رسول الله فادعوا لها لي بالشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فغزونا فسلمنا وغنمنا ثم أتيته بعد ذلك فقلت يا رسول الله مرني بعمل أخذه عنك ينفعني الله به قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له قال فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يلفون إلا صياما فإذا رأوا نارا أو دخانا بالنهار في منزلهم عرفوا أنهم أعتراهم ضيف قالا ثم أتيته بعد فقلت يا رسول الله إنك قد أمرتني بأمر وأرجو أن يكون الله عز وجل قد نفعني به فأمرني بأمر آخر ينفعني الله به قال أعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة أو حط أو قال وحط شك مهدي عنك بها خطيئة حتنا يزيد بن هارون أخبرنا سليم بن حيان حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول إذا وضعت الطهور مواضعه قعدت مغفورا لاك فإن قام يصلي كانت له فضيلة وأجرا وإن قعد قعد مغفورا له فقال له رجل يا أبا أمامة أرأيت فإن قام فصل تكون له نافلة قال له إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا تكون له فضيلة وأجرا حتنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ليث بن أبي سليمين عن عبيد الله عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط الناس عندي عبد مؤمن خفيف الحاذذ حظ من صلاة أطع ربه وأحسن عبادته في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان عيشه كففا وكان عيشه كففا قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقر بأصبعه وكان عيشه كففا فعجلت منيته وقلت بواكيه وقلت راثه قال أبو عبد الرحمن سألت أبي قلت ما تراثه قال ميراثه حدثنا أسود حدثنا الحسن بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد فذكر الحديث ونقر بيده حسن إسماعيل أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن زيدي بن صلامين عن جده ممتور عن أبي أمامة قال قال رجل يا رسول الله ما الإيمان قال إذا سرتك حسنتك وسأتك سيئتك فأنت مؤمن فقال يا رسول الله فما الإثم قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه حسن يحيى بن سعيد عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودعا ولا مستغنا عنه ربنا حسن يحيى بن سعيد عن مسعر حدثنا أبو العدبسي عن رجل أظنه أبا خلف حدثنا أبو مرزوق قال قال أبو أمامة خارج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيناه قمنا قال فإذا رأيتموني فلا تقوموا كما يفعل العجم يعظم بعضها بعضا قالت كأن أشتهينا أن يدعو لنا فقال اللهم أغفر لنا وارحمنا وارضع عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجدنا من النار وأصلح لنا شأننا كله حسن أبن نمير حدثنا الأعمش عن حسين الفراساني عن أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل عند كل فتر عتقى حدثنا عبد الله قال سمعت أبي يقول حسين الفراساني هذا هو حسين بن واقد حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن حسين الفراساني عن أبي غالب عن أبي أمامة قال استضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقيل له يا رسول الله ما أضحكك قال قوم يساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل حدثنا أبن نمير حدثنا حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون حدثنا يعلى حدثنا حجاج مثله حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شمر عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خارجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل قال فسكت عنه ولم يجبه ثم سأله عند الجمرة الثانية فقال له مثل ذلك فلما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز قال أين السائل قال كلمة عدل عند إمامين جائر حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة أنهر رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار كلاب النار ثلاثا شر قتل تحت أديم السماء خير قتل من قتلوه ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآيتين قلت لأبي أمامة أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لو لم أسمعه إلا مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكم حدثنا يزيد حدثنا سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت بأربعا جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة ونصرت بالرعب من مسيرة شهر يسير بين يدي وأحلت لأمتي الغنائم حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شمري بن عطية عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة نافلة لاك قال إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يزيد بن هارون حدثنا حريز حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة قال إن فطن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إئذن لبزنا فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا مهما فقال ابنه فدن منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال فتحبه لابنتك قال لا والله والله يا رسول الله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال فتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال فتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال فتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يتفت الى شيء حدثنا ابو المغيرة حدثنا جرير حدثني سليم بن عامر ان ابا امام تحدثه ان غلاما شابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره حنا يزيد بن هارون اخبرنا هشام عن يحيى عن زيدي بن سلامين عن ابي سلامين انه سمع ابا امامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فانه يأتي شافعا لاصحابه يوم القيامة اقرأوا الزهر وين البقرة وآل عمران فانهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان او غييتان او كأنهما فرقان من طيل صواه فيحاجان عن صاحبهما وقرأوا سورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال عبد الله هذا الحديث ام لاه يزيد بن هارون بواسط حثنا يزيد بن هارون اخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن ايمن عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمنا بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمنا بي حدثنا يزيد حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن ابي امامة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين او مثل احد الحيين ربيعة ومضرف قال رجل يا رسول الله وما ربيعة من مضرف قال انما اقول ما اقول حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت ابا امامة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد اخبرنا حماد بن سلمة عن عمري بن دينار عن سميع عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثا ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وتوضأ ثلاثا ثلاثا حثنا يزيد انباءنا فرج بن فضالة الحمصي عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين وامرني ان امحق المزامير والكبارات يعني البرابط والمعازف والاوثان التي كانت تعبد في الجاهلية واقسى ما ربي عز وجل بعزته لا يشرب عبد من عبيد جرعة من خمر الا سقيته ما كانها من حميم جهنم معذبا او مغفورا له ولا يسقيها صبيا صغيرا الا سقيته ما كانها من حميم جهنم معذبا او مغفورا له ولا يدعها عبد من عبيد من مخافتي الا سقيتها اياه من حضيرة القدوس ولا يحل بيعهن ولا شراءهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن واثمانهن حرام للمغنيات قال يزيد الكبارات البرابط حثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن منصور عن سالم ابن ابي الجعدي عن ابي امامة قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها صبي لها تحمله وبيدها اخر ولا اعلمه الا قال وهي حامل فلم تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يومئذ الا اعطاها اياه ثم قال حاملات والدات رحيمات باولادهن لولا ما يأتون الى ازواجهن دخل مصلياتهن الجنة حثنا يزيد اخبرنا مهدي بن ميموء عن محمد بن ابي عقوب عن رجاء بن حيوة عن ابي امامة قال انشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا فأتيته فقلت يا رسول الله ادعو لها لي بالشهادة قال اللهم سلمهم وغنمهم فغزونا فسلمنا وغنمنا ثم انشأ غزوا اخر فأتيته فقلت يا رسول الله ادعو لها لي بالشهادة قال اللهم سلمهم وغنمهم فاغزونا فسلمنا وغنمنا ثم أنشأ غزوا آخر فأتيته فقلت يا رسول الله أتيتك تترى ثلاثا أسألك أن تدعو لها لي بالشهادة فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فغزونا فسلمنا وغنمنا فمرني يا رسول الله بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له قال وكان أبو أمامة لا يكد يرى في بيته الدخان بالنهار فإذا رؤي الدخان بالنهار عرفوا أن ضيفا أعتراهم مما كان يصوم هو وأهله قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بأمر أرجو أن يكون الله قد نفعني به فأمرني بأمر آخر قال أعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن العداء قال سمعت أبا أمامة قالت أوفي يا رجل فوجدوا في مئزره دينارا أو دينارين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية أو كيتني عبد الرحمن الذي يشك حدثنا روح حدثنا شعبة وعن عبد الرحمن من أهل حمصة من بني العداء من كندة قال سمعت أبا أمامة مثله حثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا سنان أبو ربيعة صاحب السابري عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة قال وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا ولا أدري كيف ذكر المضمضة والاستنشاق وقال والأذنان من الرأس قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المقين وقال بأصبعيه وأرنا حماد ومساح مقايه حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عمرو بن دينار عن سميع عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمضمد ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه وذرعيه ثلاثا ثلاثا حثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضرى عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسون الصفوف أو لا تتمسن وجوهكم ولا تغمضن أبصاركم أو لا تخطافن أبصاركم حثنا قوتيبة حدثنا ليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلية مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألياني كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آل كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلمان فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أخدمنا فقال خذ أيهما شئتا فقال خرلي قال خذ هذا ولا تضربه فأني قد رأيته يوصل لمقبلنا من خيبر وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة وأعطى أبا ذر الغلام الآخر فقال استوصي به خيرا ثم قال يا أبا ذر ما فعل الغلام الذي أعطيتك قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثابتي بن عجلانة عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا أبنى آدم إذا أخذت كريمتيك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرضى لك بثواب دون الجنة حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحريث عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب عبد عبدا لله عز وجل إلا أكرم ربه عز وجل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي غالب قال سألت أبا أمامة عن النافلة فقال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة ولكم فضيلة حدثنا جعفر قال أتيت فرقدا يوما فوجدته خاليا فقلت يا أبنى أمي فرقدا لأسألنك اليوم عن هذا الحديث فقلت أخبرني عن قولك في الخسف والقذف أشيء تقوله أنت أو تأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأ بل آثوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ومن حدثك قال حدثني عاصم بن عمر البجلي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني قتادة عن سعيدي بن المسيب وحدثني به أبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير فيبعثوا على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسى فتما من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات حفن الهوذيل بن ميموء الكوفي الجعفي كان يجلس في مسجد المدينة يعني مدينة أبي جعفر قال عبد الله هذا شيخ قديم كوفي عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها خشفة بين يدي فقلت ما هذا قال بلال قال فمضيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين والذراري المسلمين ولم أرى أحدا أقل من الأغنياء والنساء قيل لي أما الأغنياء فهم هاهن بالباب يحاسبون ويمحاصون وأما النساء فأل هاهن الأحمران الذهب والحرير قالا ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية فلما كنت عند الباب أتيت بكفة فوضعت فيها ووضعت أمتي أمتي في كفة فرجحت بها ثم أتي بأبي بكر رضي الله عنه فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي في كفة فوضع فرجح أبو بكر رضي الله عنه وجيء بعمر فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي فوضعوا فرجح عمر رضي الله عنه وعرضت أمتي رجلا رجلا فجعلوا يمرون فاستبطأت عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد الأس فقلت عبد الرحمن فقال بأبي وأمي رسول الله والذي بعثك بالحق ما خلست إليك حتى ظننت أني لا أنظر إليك أبدا إلا بعد المشيبات قال وماذاك قال من كثرة مالي أحاسب وأمحاص حسنا يحيى بن إسحاق السيلاحيني حدثنا شريك عن محمد بن سعد الأنصاري عن أبي ربيت الشامي عن أبي أمامة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقة في السماء فإذا أحب الله عبدا قال إني أحببت فلانا فأحبوه قال فتنزلوا له المقة في أهل الأرض حدثنا يحيى بن إسحاق السيلاحيني حدثنا أبن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبي أمامة قال إني لا تحتراح للتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال قولا حسنا جميلا وكان فيما قال من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين ولهما لنا وعليهما علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره ولهما لنا وعليهما علينا حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة وقال قال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله ما النجاة قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك حسنا خلف بن الوليد حدثنا أبن المبارك وعلي بن إسحاق أخبرنا أبن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو يده فيسأله كيف هو وتمام تحياتكم بينكم المصافحة حدثنا روح حدثنا عمر بن ذر حدثنا أبو الرصافة رجل من أهل الشام من باهلة عرابي عن أبي أمامة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمريء مسلمين تحضره صلاة مكتوبة فيقوم فيتوضع فيحسن الوضوء ويصلي فيحسن الصلاة إلا غفر الله له بها ما كان بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه ثم يحضر صلاة مكتوبة فيحسن الصلاة فإلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه ثم يحضر صلاة مكتوبة فيصلي فيحسن الصلاة فإلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه حثنا زيد بن الحباب أخبرني حسين يعني ابن واقد حدثني أبو غالب أنه سمع أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن حثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني العلاء عن معبدي بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق أمر المسلمين بيمينه فقد أوجب الله له بها النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن معبدي بن كعب فذكر مثله إلا أنه قال عن أبي أمامة بن سهل أحد بني حريثة قال أبو عبد الرحمن هذا أبو أمامة الحريثي وليس هو أبا أمامة الباهلية حسنا زيد بن الحباب حدثني معاوية بن صالح حدثني السفر بن نسير الأزدي عن يزيد بن شريح الحضرامي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاقن ولا يؤمن أحدكم فيخص نفسه بالدعاء دونهم فمن فعل فقد خانهم حانا زيد حدثني حسين حدثني أبو غالب حدثني أبو أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول والثاني والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف حانا زيد بن الحباب أخبرنا حسين بن واقد حدثنا أبو غالبا أنه سمع أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة حثن أبو النضري وأبو المغيرة قال حدثنا حريز حدثنا سليم بن عامر الخبائري قال سمعت أبا أمامة يقول ما كان يفضل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير حسن الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن ليث عن أبن سابط عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطاء ويسجد لها كل كفر ولا نصف النهار فإنه عند سجل جهنم حان عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن سهيب عن أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليه ما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكفرون حسن حسن حدثنا أبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت مرابط في سبيل الله ومن عمل عملا أجري له مثل ما عمل ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له حدثنا هارون بن معروف حدثنا أبن وهو بن أخبرني عمرو بن الحارثي عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم مولى عبد الرحمن عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هارون بن معروف حسن يحيى بن إسحاق أخبرني ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا حسن أبو النظر حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة يقول ليدخلنا الجنة بشفاعة الرجل الواحد ليس بنبي مثل الحيين أو أحد الحيين ربيعة ومضرقال قائل يا رسول الله أو ما ربيعة من مضرقال إنما أقول ما أقول حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمرانة عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأحد شفاعة فأهد له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا حسن أسود بن عامر حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن أبي المهلبي عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدأ بالسلام فهو أولى بالله وبرسوله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة الحمصي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة قال فقيل له أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس حدثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا الجعدي يحدث عن أبي أمامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قص فلا أن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتقى أربع رقاب وبعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتقى أربع رقاب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن السفري بن نسير عن يزيد بن شريح أنه سمع أبا أمامة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاقن ولا يخص نفسه بشيء دون أصحابه ولا يدخل عينيه بيتا حتى يستأذن فقال شيخ لما حدثه يزيد أخبرنا سمعت أبا أمامة يحدث بهذا الحديث حفن أبن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن عامري بن جشي بن عن خالدي بن معدان قال حضرنا صنيعا لعبد الأعلى بن هلال فلما فرغنا من الطعام قام أبو أمامة فقال لقد قمت ما قامي هذا وما أنا بخطب وما أريد الخطبة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند انقضاء الطعام الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودعا ولا مستغنا عنه قالا فلم يزل يرددهن علينا حتى حفظناهن حان أبن مهدي عن معاوية ابن صالح عن أبي عطبة الكندي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا يا رسول الله من رأيت ومن لم تر قال من رأيت ومن لم أر غرا محجلين من أثر الطهور حسنا عبد الرحمن عن معاوية ابن صالح عن سليم بن عامر الكلاعي قال سمعت أبا أمامة سيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغرز يتطاول يسمع الناس فقال بأعلى صوته ألا تسمعون فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تعهدوا إلينا قال أعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم فقلت يا أبا أمامة مثل من أنت يومئذ قال أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة أزحم البعير أزحزحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أبو كامل حدثنا حماد عن أبي غالب قال سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال هم الخوارج وفي قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال هم الخوارج حثنا أبو النضر حدثنا فرجو بن فضال تحدثنا لقمان بن عامر عن أبي أمامة قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فحمض الله وأثنى عليه ثم قال ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا فقام رجل طويل كأنه من رجال شنوأة فقال يا نبي الله فما الذي نفعل فقال أعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم عز وجل حفن أبو النظر حدثنا الفرج حدثنا لقمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة قال قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم وبشر عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام حفن أبو النظر حدثنا فرج حدثنا لقمان عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا من ذي الطفيتين والأبطر فإنهما يكمهان الأبصار وتخرج منهن النساء حفن هاشم حدثنا فرج حدثنا لقمان عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسوا صففكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي أخوانيكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغارة حفن أبو النظر حدثنا الفرج حدثنا لقمان قال سمعت أبا أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجيفوا أبوابكم وأكفئوا آنيتكم وأوقئوا أسقيتكم وأطفئوا سرجكم فإنه لن يؤذن لهم بالتسور عليكم حفن أبو نوح قراد قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي غير مرة يقول وحدثنا أبو نوح قراد حدثنا عكريمة بن عمار عن شداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبنى آدم إنك إن تبذل الخير خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على الكفف وابدأ بمن تعول والياد العليا خير من اليد السفلة حدثنا أبو نوح وعبد الصمد قال حدثنا عكريمة وقال أبو نوح أخبرنا عكريمة بن عمار عن شداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال له مرة أخرى ثم أقيمت الصلاة فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصر فقال أبو أمامة فاتبعه الرجل قال وتبعته قال عبد الصمد في حديثه فانصرفت مع النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يتبعه لأعلم ما يقول له قال فقال له الرجل يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس أليس قد توضأت قبل أن تخرج من منزلك فأحسنت الوضوء ثم صليت معنا قال بل قال فإن لها قد غفر لك حدك أو ظنبك شك فيه عكيمة قال عبد الصمد في حديثه فانصرفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه الرجل حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهري بن حوشب حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قام إلى وضوءه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشافتيه مع أول قطرة فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه قالا فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته وإن قعد قعد سالما حدثنا أبو النظر حدثنا مبارك يعني ابن فضال تحدثني أبو غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد معهم الصحف يكتبون الناس فإذا خرج الإمام طوية الصحف قلت يا أبا أمامة ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة قال بلى ولكن ليس ممن يكتب في الصحف حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبريل عليه السلام قطوء إلا أمرني بالسواك لقد خشيت أن أحفي مقدما في حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن محمد بن سعد الأنصالي عن أبي غبيته عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن المقة من الله قال شريك هي المحبة وألقيت من السماء فإذا أحب الله عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فينادي جبريل إن لها عز وجل يامق يعني يحب فلانا فأحبوه أرى شريكا قد قال فينزلوا له المحبة في الأرض وإذا أبغض عبدا قال لجبريل إني أبغض فلانا فأبغضه قال فينادي جبريل إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه قال أرى شريكا قد قال فيجري له البغض في الأرض حدثنا علي بن حكيمين الأودي أخبرنا شريك وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن محمد بن سعد سعد عن أبي غبيته عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا أبان يعني ابن عبد الله حدثنا أبو مسلمين قال دخلت على أبي أمامة وهو يتافل في المسجد ويدفن القملة في الحصف فقلت له يا أبا أمامة إن رجلا حدثني عنك أنك قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومساح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى الصلاة المفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت عليه يداه وصمعت إليه أذنه ونظرت إليه عينه وحدث به نفسه من سوء قال والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه حثنى محمد بن يزيد الواسطي عن عثمان بن أبي العاتكة عن القاسم أبي عبد الرحمني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في دبر صلاة قال أبي وقال غيره في إثر صلاة لا له وبينهما كتاب فعليين قال عبد الله قلت لأبي من أين سمع محمد بن يزيد عن عثمان بن أبي العاتكة قال كان أصله شاميا سمع منه بالشام حثنى يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن مطرف أبو غسان الليثي عن أبي الحصيني عن أبي صالح الأجعري عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحم كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم حثنى يحيى بن أبي بكير وأبو سعيد قال حدثنا زائدة حدثنا عاصم بن أبي النجودي عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة قال لو لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبعا قال أبو سعيد إلا سبع مرار ما حدث به قال إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه حثنى سليمان بن داود حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي عقوب سمع أبا نصر عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال عليك بالصوي فإنه لعدل له أو قال لمثل له حان عبد الصمدي وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة وعن أيمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوب لمن رآني وطوب سبع مرار لمن آمن بي ولم يرني حثنى إبراهيم بن إسحاق حدثنا أبن مبارك وعتاب قال حدثنا عبد الله هو أبن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين ينظروا إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها حثنى قوتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مطدر حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة يرفع الحديث قال من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حثنى أبو سلمة أخبرنا بكر بن مطدر حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خيرا في تجارة فيهن وثامنهن حرام حثنى معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن عاصمين عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة قال لو لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبع مرار ما حدثت به قال إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه حثنى يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن صناني بن ربيعة عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذناني من الرأس قال حماد فلا أدري من قول أبي أمامة أوي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين حثنا زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني القاسم قال سمعت أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلت يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلت يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانطعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم ووفروا عاثانينكم وخالفوا اهل الكتاب حثنا علي بن اسحاق اخبرنا ابن المبارك حدثنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال من مسح رأس يتيمين او يتيمة لم يمسحه الا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن احسن الى يتيمة او يتيمين عنده كنت انا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين اسبوعيه حثنا علي بن اسحاق اخبرنا عبد الله اخبرنا صفوان بن عمر عن عبيد الله بن بصر عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب اليه فيتكرهه فاذا دنى منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه واذا شربه قطع امعاءه حتى خرج من دبره يقول الله عز وجل وسوق ماء حميما فقطع امعاءهم ويقول الله وان يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب حدثنا ابو المغيرة حدثنا الاوزاعي حدثني ابو عمار شدد حدثني ابو امامة ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي فاعرض عنه ثم قال اني اصبت حدا فاقمه علي فاعرض عنه ثم قال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي فاعرض عنه وقيمت الصلاة فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي فقال هل توضعت حين اقبلت قال نعم فقال هل صليت معنا حين صلينا قال نعم قال اذهب فانا لها قد عفى عنك حدثنا ابو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم ابي عبد الرحمني عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي في شدة حر انقطع شسع نعله فجاءه رجل بشسع فوضعه في نعله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلم ما حملت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما حملت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن ريفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمني عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد جالسا وكانوا يظنون أنه ينزل عليه فأقصروا عنه حتى جاء أبو ذر فاقتحم فأتى فجلس إليه فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر هل صليت اليوم قال لا قالكم فصلي فلما صلى أربع ركعات أضحى أقبل عليه فقال يا أبا ذر تعوذ من شر شياطين الجن والإنس قال يا نبي الله وهل الإنس شياطين قال نعم شياطين الإنس الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرولا ثم قال يا أبا ذر ألا أعلمك من كنز الجنة قال بل جعلني الله فدائك قال قول لحول ولا قوة قوة إلا بالله قال فقلت لحول ولا قوة إلا بالله قال ثم سكت عني فاستبطأت كلامه قال قلت يا نبي الله إن كنا أهل جاهلية وعبدة أوثاء فبعثك الله رحمة للعالمين أرأيت الصلاة ماذا؟ هي قال خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر قال قلت يا نبي الله أرأيت الصيام ماذا هو؟ قال فرض مشزئ قال قلت يا نبي الله أرأيت الصدقة ماذا هي؟ قال أضعاف مضاعفة وعند الله المزيد قال قلت يا نبي الله فأي الصدقة أفضل؟ قال سر إلى فقير وجهد من مقل قال قلت يا نبي الله أي ما نزل عليك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي قال قلت يا نبي الله أي الشهداء؟ أفضل قال من سفك دمه وعقر جواده قال قلت يا نبي الله فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال قلت يا نبي الله فأي الأنبياء؟ كان أول قال آدم عليه السلام قال قلت يا نبي الله أو نبي كان آدم؟ قال نعم نبي مكلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه ثم قال له يا آدم قبل قال قلت يا رسول الله كم وفى عدة الأنبياء؟ قال مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا حثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن ريفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقرأ قل هو الله أحد فقال أوجب هذا أي وجبت لهذا الجنة؟ حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن ريفاعة حدثني علي بن يزيد عن أبي أمامة الباهيلي قال لما كان في حجة الوداع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ مردف الفضل بن عباس على جمهل آدم فقالا يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم وقد كان أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قال فكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته واتقينا ذاك حين أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء قال فاعتم به حتى رأيت حاشية البرد خارجة من حاجبه الأيمن قال ثم قلنا له سل النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال له يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمنا نصائنا وذرارينا وخدمنا قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب قال فقال لا أي ثكيلتك أمك هذه اليهود والنصار بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقوا بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته ثلاث مرار ألف كاف دوم ألف كاف دال كاف اس همزة على الياء اس نون مار خاطر نون إدرب ها وردال ارتكبها راحة كميم نون ادرك كنر كالكراس كاف دا براو ركت و دالك تهو دال وبعد منون السين كنب كارميم سل العل وسلم سين كو سوال وهو نان سنون كاليف الكاف نب جب مار درم إن قرآن كاف نسخ موجود يو تو مار درم إن سين علم كاف سين هالي جاء ألف جب كمخود به اس كاف حكامات كاوس كاكاف ور ألف نون بي ووا ور خادم كو به سكها كاف نبكر ميم سل العل وسلم نون ألف ناسر مبارك ها أدو مبارك رأس كاف وجسين سرخ ها كاف ته هرفر من ألف تارو ما تجه رو إنود ورعين ساو كاف اس به طو أسمان كتاب كاف مصاحفي موجود لام كن أبوكس ألف كاف حرف سين بهنا مو جوان كاف إني بإعلم أسلامي لام كرأته ادركه علم أهجاني سين مراد كحامل نون علم أهجاء تهنون مرتبث رم من ألف حثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن ريفاعة حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاصم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يومين شديد الحر نحو بقيع الغرقد قال فكان الناس يمشون خلفه قال فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لألا يقع في نفسه شيء من الكبر فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال من دفنتم هاهنا اليوم قالوا يا نبي الله فلان وفلان قال إنهما لا يعذبان الآن ويفطنان في قبرهما قالوا يا رسول الله فيما ذاك قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين قالوا يا نبي الله ولما فعلت قال ليخففا عنهما قالوا يا نبي الله وحتى متى يعذبهما الله قال غيب لا يعلمه إلا الله قال ولولا تمزع قلوبكم أو تزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمعوا حثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن ريفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمني عن أبي أمامة قال جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا فباك سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء فقالا يا ليتني ميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أعندي تتمنى الموتى فردد ذلك ثلاث مرات ثم قال يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك حثنا أبو المغيرة حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلمين الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداعي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو أنتم إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا قالا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم حدثنا عبد الله حدثني يحيى بن معي حدثنا إسماعيل بن عياش عياش عن شرح بيلا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز حدثنا سليم بن عامر الخبائري قال سمعت أبا أمامة الباهلية يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز بن عثمان حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرامي قال سمعت أبا أمامة يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلنا الجنة بشفاعة الرجل الواحد ليس بنبي مثل الحيين أو أحد الحيين ربيعة ومضر فقال قائل إنما ربيعة من مضر قال إنما أقول ما أقول حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد الألهاني قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الجار حتى ظننت أنه سيورثه حدثنا حيوة حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد حدثني أبو راشد الحبراني قال أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه حان أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن مالك عن لقمنا بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا آتا لها عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بالرهو أو أو بقه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة حدثنا أبو المغيرة حدثنا السري بن ينعم حدثني عامر بن جشي بن عن خالدي بن معدانة عن أبي أمامة قال دعينا إلى وليمة وهو معنف لما شبع من الطعام قام فقال أما إني لست أقوم مقامي هذا خطيبا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شبع من الطعام قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنا عنه حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكري بن عبد الله يعني ابن أبي مريم عن حبيبي بن عبيد الرحبي أن أبا أمامة دخل على خالدي بن يزيد فألقى له وسادة فظن أبو أمامة أنها حرير فتنح يمشي القهقر حتى بلغ آخر السماط وخالد يكلم رجلا ثم اتفت إلى أبي أمامة فقال له يا أخي ما ظننت أظننت أنها حرير قال أبو أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله فقال له خالد يا أبا أمامة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم غفرا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كنا في قومين ما كذبونا ولا كذبنا حثن أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى صبحة الضحى كان له كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا له وبينهما كتاب فعليين وقال أبو أمامة الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله حنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلمين عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم راح إلى منن يوم التروية وإلى جانبه بلال بيده عود عليه ثوب يظل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا هاشم بن القاسم حدثنا بكر بن خنيس عن ليثي بن أبي سليمين عن زيدي بن أرطاطة عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر ليذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه يعني القرآن حنا الهاشم بن القاسم حدثنا الفرج حدثنا علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلوب وأمر الجاهلية وحلف ربي عز وجل بعزته لا يشرب عبد من عبيد جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفورا له أو معذبا ولا يسقيها صبيا صغيرا ضعيفا مسلما إلا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفورا له أو معذبا ولا يتركها من مخافة إلا سقيته من حياض القدوس يوم القيامة ولا يحل بيعهن ولا شراءهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وثامنهن حرام يعني الضاربات حسنا حجين بن المثن حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة الماجشون عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن ديلاف المزني لا أعلمه إلا حدثه عن أبي أمامة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرجوا الدابة فتسموا الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن أشتريته فيقولوا اشتريته من أحد المخطمين وقال يونس يعني ابن محمد ثم يغمرون فيكم ولم يشك قال فرفعه حسنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض يخوض في الرحمة ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على واركه ثم قال هكذا مقبلا ومدبرا وإذا جلس عنده غمرته الرحمة حسنا يحيى بن إسحاق أخبرنا حماد بن زيد عن صناني بن ربيعة عن شهر يعني ابن حوشب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمسح رأسه مرة واحدة وكان يقول الأذناني من الرأس حسنا زياد بن عبد الله البكاء يحدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن أبي أمامة قال جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معها أبناني لها وهي حامل فما سألته يومئذ إلا أعطاها ثم قال حاملات والدات رحيمات لولا ما يأتينا إلى أزواجهن دخلنا الجنة حسنا حسين بن محمد وغيره قال حدثنا محمد بن مطرف عن حسنا بن عطية عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتاني من الإيمان والبذاء والبيان شعبتاني من النفاقي حسنا حسن بن موسى حدثنا عمارة يعني ابن زاذان حدثني أبو غالب عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أو ترى بسبع وصلى ركعتين وهو جالس فقرأ بي إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون عدثنا آنس بن عياض قال سمعت صفوان بن سليمين يقول دخل أبو أمامة الباهلي دمشق فرأى رؤوس حرورة قد نصبت فقال كلاب النار كلاب النار ثلاثان شر قتل تحت ظل السماء خير قتل من قتل ثم بك فقام إليه رجل فقال يا أبا أمامة هذا الذي تقول من رأيك أم سمعته قال إني إذن لا جريء كيف أقول هذا عن رأي قال قد سمعته غير مرة ولا مرتين قال فما يبكيك قال أبكي لخروجهم من الإسلام هؤلاء الذين تفرقوا واتخذوا دينهم شيعا حدثنا هشام بن سعيد حدثنا أبن المبارك عن ثوري بن يزيد عن الولدي بن أبي مالك قال دخل رجل المسجد فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه قال فقام رجل فصلى معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاني جماعة حدثنا هشام بن سعيد حدثنا أبن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال هذاني جماعة حدثنا أسود بن عامر قال الحسن بن صالح حدثنا عن أبي المهلبي عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم حسن يحيى بن إسحاق حدثنا أبن المبارك أخبرنا أبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن من حدثه عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع تجري عليهم أجورهم بعد الموت رجل مات مرابطا في سبيل الله ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به ورجل أجر صدقة فأجرها يجري عليه ما جرت عليه ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره إلا أنه قال ومن علم علما أجري له مثل ما علم قال أبو عبد الرحمة وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثني مهدي بن جعفر الرملي حدثنا ضمرة عن الشيباني واسمه يحيى بن أبي عمر وعن عمر بن عبد الله الحضرامي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأينه؟ هم قال ببيت المقدس وأكنا في بيت المقدس قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده وأظن أني قد سمعته أنا من الحكام حدثنا الحكم بن موسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن مطرح بن يزيد الكناني عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال ظرل فستاط في سبيل الله أو خدمة خادمين في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله آخر حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ترجمة نانسي قنقر